بالنسبة لمرض القرانية المخروطية ايه هي القرانية المخروطية القرانية المخروطية ده تغير بيحصل أنسجة العين بيخلي القرانية ضعيفة و انها بتبرز الى الامام وبالتالي بيحدث غيره في التحديد بيزيد درجة التحديد بتاعها و بيخلي جودة رؤية ضعيفة كتال ايه هي اسبابها اشهر الاسباب هو وجود الرمض الربيعي دعكة في العين من ضمن الحاجات اللي هي المشهورة جدا эту Phase 1 دَعكة في العينث تؤدي الى حدوث القرانية المخروطية عشان كده لازم نعالج مرض الرمض الربيع أو الأمراض اللي بتؤدي إلى حدوث دعك في العين وإنها الأطفال هموماً إنهم يدعكوا في عينهم عشان ما يتعرضوش للقطر للإصابة بالقررانية مخروطية في أسباب برضو تانية هي وراثية عادة تبنائي في تاريخ مرضي ما بين الأقارب وبعضهم ويتلاقي أخوة أو أخت أو عائلة فيها قررانية مخروطية موودة بشكل كبير أكتر من أي عائلة تانية دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا نخلي بلنا منها هي موودة في الجينات الجينات الكريات تكون أسقل قررانية مخروطية الحاجة بقى الشهيرة جداً واللي ظهرت هي الليزك لو الليزك عندنا اتعامل بعدم احترافية أو بعدم احترام للقواعد المنصوصة عليها لعمل عملية الليزك ممكن إنه هو يحدث ترقق في القرانية ويحصل بوست ليزك إكتازيا اللي هي بيكون شبيهة بمرض القرانية المخروطية اللي بيحدث بدون تدخل جراحي بالفركتف سيرجي أو جراحي كسارية سابقة إيه الأعراض اللي احنا بنحس بيها لو في قرانية مخروطية في الأول بتبقى المرض أسيمتوماتيك أو هو مفيش أي سيمتوم بتظهر بالنسبة للمريض أو مشتكيش من حاجة أو دي عتمة بوجود اللي هو الفورم فراستي كرياتو كونس أو المرض القرانية المخروطية اللي هو في الدرجة الأولى خالص بعد كده بيبتدي المريض بشتكي من حدوث زغلالة ممكن يشوف هالات حوالين الضق ممكن يشوف زي في ضل موجود للجسم اللي هو بيبص عليه العراض دي بتكون موجودة بشكل أكبر في فترة الليل أكتر من الصباح وذلك لأن في عندنا حاجة اسمها قزحية أو التساع حدقة العين التساع حدقة العين دي لما بتحصل بالليل عشان خاطر العين تقدر تدام إضاءة حواليها بأكبر قدر ممكن فبتظهر كل عيوب الإبصار فبتلاقي في مشاكل طبعا المريض بيحس بمشاكل خصوصا أثناء فترة الليل طبعا المريض ممكن عادة المرض ده بيحدث في عيننا الاثنين يعني مريض بيسألنا دكتور طبوح حصل في عين لمين هنحصل في عين الشمال هل محتاجة عمل إجراء تاني في عناية الأخرى طبعا المرض لما ده محدث في عين لازم حيكون موجود فيه العين التانية حتى لو بصورة مبكرة فممكن العين تسبق العين التانية فدي بنحب بردو نأكد عليها ممكن ما فيه عين فيها مشكلة أكتر من العين التانية ممكن عيني للاثنين يحصل فيهم حاجة اسمها قدونس بقى كيلاتو كونس دي بقى في حالات الإهمال بقى الشديد ممكن إنها تؤدي إلى فقد النظر لأن بيحصل تعطم في القرانية وبدل ما هي شفافة بيحصل فيها عتامة تخلي المريض ما يقدرش إن هو يشوف قدامه دي عرض القرانية المخروطية أتمنى كون وصلتلكم معلومة بشكل مبسط وأشكركم عن طبيعات كلية وأتمنى لكم نعمة الإبصار والنظر السليم